بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أصدقاء المتابعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طيبة وأهلا وسهلا بكم في أخطر حلقة على قناة زوايا مظلمة الحلقة هذه لمن يجرؤ فقط وأنا عارف ما فيش حد في السوشيال ميديا اليمنية عنده الشجاعة والجراءة أنه يفتح هذا الموضوع ويخوض فيه لنا وأستحلفكم بالله أستحلفكم بالله شوفوا الفيديو هذا للنهاية أو اخرجوا الآن من الفيديو يا تشوفوا كامل يا تخرجوا أما أنك تخرج لي في النص لا هذه أنا حملتك أمانة يا تشوفوا للنهاية يا تخرج الآن بسم الله الرحمن الرحيم قبل شهر تقريبا توفيت متسولة اسمها غوايش في مصر في قنع أو في جنع ليست في القاهرة ولا في الغردقة في جنع مدينة صغيرة أهلها رفضوا ييجوا أختها رفضت حتى تستلم جثمانها بعد ما دفنوها الأحالي وجابوا الشيخ وجابوا حق أهل الوقف وفتحوا بيتها لقوا عندها ثلاثة وثلاثين ألف جنيه وعملة فضية ميتين خمسة وخمسين كيلو فضة كيلو الفضة سبعمية واربعين دولار لو حسبتها يطلع معها مية ثمانية وثمانين ألف دولار طيب شايف هذه المتسولة اللي كانت تقعد في الشوارع وتبكي في مصر أيضا وتبكي انه اللي زاد عليه لقمة يجيبها لي عشان أوكل بناتي اعتقلتها شرطة مكافحة التسول وفي التحقيقات طلع معاها ستة مليون جنيه وقت ما تم اعتقالها ستة مليون جنيه تقارب أو تعني تساوي حوالي ربع مليون دولار وهذا يثبت لك انه بالفعل التسول مهنة في ناس ممتهنين التسول والحلقة هذه ليس لمنعكم من التصدق لا ساعدوا كل إنسان تقدروا تساعدوا الله يقدركم يسخر لهم ولكن تحروا الصدقات لأنه في متسولين أثرياء في متسولين مستورين ويلموا فلوس من كل المتعاطفين وعندهم أساليب لجذب التعاطف بينما العزيزين النفوس بيموتوا داخل البيوت جوع أكيد بعض اللي بيخرج يتسول محتاج فعليا اضطرة العازة والحاجة ولكن في كثير منهم ممتهن هذه المهنة تعالي أحكي لك بعض الأشياء اللي ما كان ودي أحكيها ولكني سأحكيها ضمن الضقائق القادمة هذه نفس واحدة من الحالات في رمضان أنا شفتها عن سيتي مارت أب شايل بنت ووقت الظهر في شمس الظهر عمرها حق سبع ثمان سنوات من الأطفال هذول اللي يجوا عندهم تأخر في النمو ويجوا كده عندهم إعاقة ذهنية وجسدية الله يعافيهم ولا يبتلينا يا رب شايلها ومعريها لهنا معريها وهي كده وشايلها وماشي يتسول بها في شمس الظهيرة حارقها خلصنا إحنا وكم معنا أشغال ورجعت لأنه جن بيتي وعلى ساعة واحدة الليل في رمضان ألقاه أيضا معريها وواقف بها في البرد طيب هذا هذا لا يستحق الرحمة هذا لما تشوفه اخلع اللي فرجلك ويعطيه به مع كامل احترامي إذا أنت أب وبنتك بالفعل مريضة واجبك تطرحها في البيت وتخرج أن تشقى عليها تبيع ما تبيع مناديم تمسح سيارات تشتغل حمال تعمل أي شيء في العالم حتى لو اضطرعت أنك تتسول لكن تخلي بنتك المريضة في فراشها يعني يكفي أنه الله بتلاها لحكمة من عنده وإن شاء الله ما جورها ويجزاها الجنة على ما فيها تخليها في البيت ترتاح مش أنتا تكمل عليها أيضا هذا ما عنده رحم البنته بنته هو ما رحمها ويطلب من الناس يرحموه وللأسف فيه كثير من الناس يتأثر بهذه المشاهد حالة أخرى أيضا في رمضان وإحنا بننفذ حملتنا الخيرية على الساعة واحدة بالليل في الأصبح ماشي في الشارع عند الجولة هو أمه أمه تقريبا فوق الثمانين تسعين سنة ورجولها منفوخة وبتمشي كده وتشي تبكي وتكي عليه وتمشي ليش تخرج تشحط بأمك أنت لو فيك درة رجالة درة رجالة تخلي أمك في البيت وتخرج طربك الدنيا تعمل اللي تقدر تعمله حتى لو اضطريت أنك تتسول وليس مبرر عشان تكفي أمك لأنك ابن عاق واخد أمك وقاعد تشحط بها في الشوارع إحنا نقطف من الدنيا الرجال تخطف من الدنيا وتحارب الدنيا عشان تجيب له أمهاتها وهذا واخد أمه وخارج يتسول بها ويشت الناس يرحموه وللأسف في بعض يعني الناس الطيبين بيرحموا مثل هذه الحالات بينما هذا يفترض أنه يعاقب من الدولة ومن القانون أنت مضطر رجال مشنب عمرك 25-30 سنة اطرح أمك في البيت وخرج وتصرف ليش واخد أمك معاك هذول أيضا نفس بعض الحالات اللي تلاقيه يتسوله عياله أربعة خمسة قدهم شباب لكن كلهم كسيحين اللي يمشوا على أطرافهم الأربعة الله يعافيهم ويجزاهم الجنة إن شاء الله على مصطبره يعني أنت خلفت الأول وطلع مكسح خلفت الثاني وطلع مكسح ليش تخلف ثالث مكسح ورابع مكسح وخامس مكسح وتشهد بهم وتتعبهم في الدنيا هذه يا جماعة في ناس واحدة من الحالات اللي احنا دخلنا عندهم تخيلوا معاه خمس أولاد أربع أربع أطفال نايمين على البلاط في البرد جوعانين وصلنا لهم يومين أو من اليوم اللي قبله ما أكلوا لو لأننا الله سخر لهم عن طريقنا ومعاه واحد من عياله مريض وهو مش لاقي يأكل وعياله بردانين على البلاط تخيلوا تصل اليوم الثاني إنه بعد ما يعني عملنا اللي نقدر نعمل معاه يقول لي إنه زوجتي في المستشفى يا أستاذ أيمن ما لها قالت تحصد في البيت والبيب اللي في بطنها تحرك من مكانه يعني أنا طننت يعني أنت معاك أربع أطفال نايمين على البلاط بيموتوا جوع ذابحهم البرد ورايح تجيب واحد خامس بدل ما تشتهد في الدنيا عشان تعز أولادك وتعطيهم تعليم وحياة وصحة وعلاج وتطور مستواك الاجتماعي لا رايح تجيب واحد خامس تحطوا جنبهم يتعذب من هنا تعرف إنه مش كل الناس الله ابتلاهم لحكمة ولكن بعضهم ظلموا أنفسهم الله يقول الراحمون يرحمهم الله وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا أنت ما عندك رحمة على أطفالك وتطلب الرحمة الإلهية والله أرحم الراحمين أكيد وتطلب رحمة الناس لك وإنت مش حاسس بأطفالك واحدة من الحالات وأنا ما كان ودي أقول هذا الكلام ولكن لأننا لازم نحمل رسالة الوعي وحسن البلاغ لعباد الله واحد من الحالات اللي إحنا ساعدناها تخيل أنا عيش معايا اللحظة وتخيل بعد ما عملنا له كل اللي نقدر عليه قلنا له الأحل ناله كل مشاكل وبفضل الله إنه إيش نعمل لك مشروع أقعد اليوم أنت وزوجتك وفكر مشروع لك أو لها ضمن حملة برنامج باب الفرج حقنا و واشتغل وطلب الله أنت أو زوجتك اللي تشتوا تشتوا مطبخ وأفران وتكعك ونعمل لكم تشتي صندقة نعمل لك تشتي عربية ألعاب نعمل لك تشتي متر نعمل لك اشت اشتي احنا نعمل لك تخيلوا اليوم الثاني وديني مشوار لآخر صنع ويش يقول والله العظيم يقول لي يعني يا عم أيمن أنت لو فتحت لمشروع هيجوا الناس أنا علي ديوني يمكن تسعمائة ألف أو مليون هيجوا يطالبوني مفلوسهم قلت له طيب هذا الطبيعي الطبيعي سددنا لك إيجاراتك وقدمنا لك إيجار شهر أو شهرين وجبنا لك الأدوية والعلاجات وعلجنا كل الأمراض اللي عندك وحلينا مشكلتك خلاص نفتح لك مشروع يطلب الله ما هو طبيعي تشتغل وتقضي ديوني الناس وتصير رجال وتوبه لحيالك تخيل يقول يعني لو تقدر تسدد لي الدين يعني علي أكون ما يشتش يعمل حاجة في ناس تعودت أنه تتلقى المساعدة من الآخرين والله أقسم بالله قلت له أنا هذا حدي معاكم مشيت أقسم بالله طبعا الحالة هذه احنا ما عرضناها في الحلقات أنا استحيت من نفسي أني عرضها لكم والله ما عرضناها في الحلقات وأقسم بالله هذه الحالة الوحيدة اللي أنا زعلان أننا ساعدناها يعني يا رب سامحني العمل لله أنا لا أقصد شيء لا تسيء تفهمي أنا زعلان زعلان لأنه أنت ما هو أنتك تساعد نفسك أنت ما تشيش تساعد نفسك وتشتل آخر تعيش عالة على الآخرين حتى لما يتفتح لك باب أنت ما هو أنتك تشتهد طب تصدقوا وتقامنوا بالله الحالات اللي تجينا على الواتس الناس اللي تتواصل معنا على رقم برنامج باب الفرج حقنا تطلب مساعدة أنتوا عارفين الشخص اللي يرسلي مرة أو مرتين ويقول لي إذا سخر الله يا عم إيما انكلمني وما عاد يتواصلش هذاك اللي الروح له أعرفه عزيز نفس أروح وأتأكد من حالته أما الإنسان اللي يقعد يصير خمسين ستين رسالة يتصل سبعين ثمانين مرة كل يوم عشرين مرة هذا أعرف أنه ما هو عزيز نفس هذا متعود وممتهن التسول ما هو عزيز نفس تخيلوا قبل ثلاثة أيام أفتح الواتس واحد يتواصل معايا عدة أيام يعني الشي نعمل له مشروع وأنا قلت له استنى إن شاء الله نسجي لك لما يجي دورك معنا ويا رب وابي شير بعزك ويصير خير على ما سخر الله أفتح قبل لمس التليفون القام رسلي رسالة على الواتس إحنا جاوعين ألف وستمية وسبعة وعشرين مرة أقسم بالله العظيم في هذه الليلة إنه أرسلها لي أكتر من ألف وستمية وعشرين خمسة وعشرين سبع عشرين مرة لما علق الواتس أفتح رسالة تكرر هو بيكررها مرة اثنين ثلاثة أربعمية مئة وخمسين مئتين يعلق أخرج ورجع ثلاثة أربعمية خمسمية واربعة أطف الجهاز وشغل لما وقف عند ألف وستمية وحاجة وعشرين تعتقد أنه هذا إنسان بالفعل محتاج طيب ما هو ملخص هذه الحلقة ملخص هذه الحلقة هي وصية الرسول وتحرّوا الصدقات تحرّ صدقتك رايحة وين افهموا معظم الناس عزيزة النفس اللي هي متعففة تحسبهم أغنياء من التعفف موجودين في البيوت مقفلين بيوتهم يتضوّروا جوع داخل بيوتهم والله داخل بيوتهم وهذولا ما حد يدرّبهم هذولا شي تعرفهم اسأل الجيران اسأل صاحب البقالة ياخي مين أكثر أسرة هنا في المنطقة تعبانة ومحتاجة ومديون مديون لك صدق يعني مش قادر يدفع لما يقول لك مين قلوا طلّع لي دفتر الديون طلّع دفتر الدين ويمسح دينه عليه عشرين ثلاثين أربعين خمسين تسددها للبقالة ويمسح دينه وقل له يا أخي جاك فاعل خير أو أنت تأكد ديك اللحظة أنه يروح معاك لعند الرجال وقل له في فاعل خير سدد دينك أو روح أنت خبط عليه وسلم عليه وتعامل معاه بكرامة ولا تهينه وتساعد معاه إذا الناس في الشوارع تأكد أيضا في بعض الناس اللي يميد يده في الشارع عن جد محتاج عن جد في فاقة عن جد في عازة عن جد هيموت جوع وفي ناس ممتهنينها في ناس واخدينها متنة اللي تلقاها قاعدة في الجولة وتلقاهم دايما خصوصا من أصحاب البشرة السمراء تلقاها قاعدة جنبها ولد عمره أربع خمس سنين جنبها على الرصيف في البرد وبترضع واحد وحامل في الثالث أنا مفهمش يعني يعني إحنا ناس الحمد لله مستورين في الدنيا الله عزنا الله يجعل يدينا إحنا وإنتم كلنا يعني العليا بالعطاء ولا يجعلها السفلة بالاستعطاء يا رب العالمين قولوا يا رب لما نيجي نخلف حد نعمل لها حسابات يعني معاك مدرسة تشي مدرسة أهلية فيها فلوس فيه صحة فيه علاجات فيه رضاعة في فيتامينات فيه تربية فيه 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 فين هما وإنت في الشارع من حقك تكون أب من حقك تكوني أم ولكن من حق ابنك أيضا أنه يتوفر له أبسط مقومات الحياة جبت واحد نفسك جبت اثنين نفسك اسعى أنك تشتهد وتحسن مستوى قبل ما تجيب الثالث والرابع مش تجيب خمسة وانت نايم في الشارع تخيل فوق هذا التسود الإلكتروني افتح أي قناة يوتيوب افتح القناة أن حلقة عليهم يعمل لك نص قد كده إحراجات وإهانة نفسه والمدينة والشعب وكله تسولوا احترافية يعني هذا سكرتاريا كتبتها وأنا اكشفت لكم في حلقة سابقة أننا تواصلنا مع كثير منهم مغلقين محولين الأرقام بس فاتحين الرسائل ترسله أنا شفت حالتك واشتساعدك يرسل لك كلهم نفس النغمة يعني تقدر تساعدني يقول له أيوة فين أنت يوديك حرض يوديك للحدود العمانية يوديك أماكن بعيدة وإذا قلت له أنا وريتكم الرسائل وأثبتت لكم تقول له طيب أنا هرسل لك حد من المديرية عندك إن شاء الله يتأكد من حالتك ويرفع لنا إيش احتياجاتك يكفل تليفونه بقى يا جماعة الحلقة هذه ببساطة لا تتوانوا عن مساعدة الآخرين ساعد على قد ما تقدر لو تقسم اللقمة بينك وبين محتاج بس تأكد إنه محتاج في ناس من التسول بتعيش ملوك وفي ناس بلا تسول بتموت جوع والفكرة الثانية إنه مش كل المتسولين نصابين أو ممتهنينها فيه متسولين محتاجين أنت ما عندك آلية ما عندك ترمومتر كده ترموميتر تمشي على الواحد تعرف إيج جواته ولكن حاول تشتهد بقدر المستطاعة ورسالتي إلى الإنسان البسيط الفقير والشباب اللي ضايق عليهم الدنيا افهموا حاجة يا شباب الفيديو بيطول الله قال إنه تلك الأيام نداولها بين الناس طيب إن تسأل نفسك هل الله داول لك الأيام هل جا دورك في الحياة إنك ترتاح إذا لسه يبقى تطمن تطمن واشتهد فقط اشتهد على قد ما تقدر ويعرف إن الحياة دوارة وهيجي يوم الله يفتح لك باب ويقول لك روح روح كذا من غير ما تعرف من غير ما تعرف كيف فتلاقي تفتحت لك بواب الدنيا كلها والله ناظر ماذا تعمل إيش هتسوي وقتها فساعدوا الآخرين أحبائي بقدر ما تستطيعوا ولكن تحروا صدقاتكم في الرايحة ابدأ بتفقد أهلك ابدأ بتفقد سكان العمارة اللي انت فيها ابدأ بتفقد جيرانك سكان الحي يعرف قد تلاقي جارك يموت جوع وما انت عارف هتمنى أحبائي أنا انفعلت والله سامحوني إذا انفعلت ارتفع صوتي عصبت قلت حاجة كده ولا كده لأنه الموضوع في نفسي من فترة أقوله وأخشى أن بعض الناس تفهمني غلط أتمنى تكون الفكرة وصلت واستوعبتوا الموضوع بالكامل وأسأل الله أن يجعل الحلقة هذه في ميزان حسناتي وحسناتكم تفاعلوا مع الحلقة شيروها لأنه موضوع حام لأنه المتسول الله العرق دخل العيوني من الانفعال قد عيوني بتحرقني فهي الله سجل حلقة بعين واحدة فالمتسول من غير حاجة بياكل حق الجائع العفيف شي ختم هذه الحلقة هذه لكم مني تحية أنا أيمن القاسمي دمتم بود سمي جميعا